اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اليوم الخامس معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدة معجزات خلال حياته وكانت هذه الأحداث الاستثنائية تقوي إيمان أصحابه وتظهر قدرة الله عز وجل هذه المعجزات ليست مجرد الظواهر خارقة بل تحمل دلالات روحية عميقة في هذا اليوم الخامس سنتناول بعضا من أشهر المعجزات وأهميتها في الإسلام وكيفية رؤية الشيخ إبراهيم نياس القائد الروحي للطريقة الفيضانية لهذه المعجزات بما يتجاوز مظهرها الظاهري من بين أشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإسراء والمعراج وفقا للتقليد الإسلامي نقل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مكة إلى القدس حيث صلى مع الأنبياء الآخرين ثم صعد إلى السماء للقاء الله يذكر هذا الحدث في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سورة الإسراء كان لهذه المعجزة تأثير هائل على المسلمين الأوائل كانت بمثابة اختبار للإيمان حيث كان قبول مثل هذا الحدث الخارق يأتطلب ثقة كاملة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته الإلهية لا تعتعبر الإسراء والمعراج مجرد دليل على القرب الروحي لنه عليه وسلم من الله بل أيضا رمزا للهداية الروحية للمسلمين لتذكرهم بأن العلاقة مع الله تتجاوز الزمان والمكان معجزة تكثير الطعام هي مثال آخر على التدخل الإلهي لصالح النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته عدة روايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك كميات صغيرة من الطعام والتي تكاثرت بشكل معجز لتكفي حشدا كبيرة واحدة من أشهر الحوادث كانت أثناء حصار الخندق حيث تكاثرت كمية قليلة من الطعام بعد أن باركها النبي صلى الله عليه وسلم لتكفي مئات من الصحابة الجائعين هذه المعجزة تظهر قدرة الله على توفير الاحتياجات المادية لعباده ومنحهم البركات التي تتجاوز الحدود الظاهرة هذه المعجزة تذكر المسلمين بأن رزقهم دائما من سخاء الله حتى في أصعب الأوقات معجزة أخرى قوية للنبي صلى الله عليه وسلم هي تدفق الماء من بين أصابعه ليروي عطش الصحابة هذا الحدث يروى في العديد من الروايات كدليل مباشر على رحمة الله من خلال رسوله وفي حين أن الماء هو مصدر أساسي للحياة فقد أظهرت هذه المعجزات أن هداية النبي صلى الله عليه وسلم تمنح الحياة والراحة لأرواح المؤمنين في الإسلام تسمى المعجزات المعجزات وهي علامات واضحة لقدرة الله الممنوحة للأنبياء لتأكيد صحة رسالتهم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أحداث مذهلة بل تذكيرات روحية بحضور الله في حياة المؤمنين كل معجزة هي علامة على الحماية الإلهية والعناية الربانية وتشجع المسلمين على الثقة في حكمته ورحمته كما ساعدت المعجزات على تثبيت إيمان المؤمنين الأوائل في وقت كان الإسلام يواجه العديد من الاضطهادات كانت هذه المعجزات دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدعوماً بالإرادة الإلهية وأن الله كان يحرسه ويحرس مهمته كانت هذه المعجزات تعزز إيمان المؤمنين وتذكرهم بأن الله قادر على كل شيء حتى في مواجهة المستحيل كان للشيخ إبراهيم نياس أحد أبرز الشخصيات الروحية في الطريقة التجانية رؤية خاصة للمعجزات بالنسبة له رغم أهمية المعجزات كعلامات فإن المعجزة الحقيقية تكمن في التحول الداخلي للفرد كان يشرح أن المعجزات الجسدية مثل التي قام بقام بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بلا شك تجليات ظاهرة لقدرة الله ولكن أعظم المعجزات هو قدرة الإنسان على تطهير قلبه والتقرب من الله والوصول إلى حالة المعرفة الروحية العميقة المعرفة كان الشيخ إبراهيم نياس يحث أتباعه على عدم التعلق بالظواهر الخارقة وحدها بل استغلال هذه العلامات لتعميق علاقتهم بالله كان يعلم أن كل معجزة هي تذكرة بقدرة الله ولكن أعظم المعجزات هو القلب الذي تحول من خلال حب الله والممارسة الصادقة للإيمان كانت رؤيته تتلخص في أن المؤمن يجب أن يصل إلى حالة يرى فيها ما وراء الحدث المادي لفهم الحكمة الروحية التي يحتويها وأكد أن الإيمان لا ينبغي أن يعتمد فقط على المعجزات المرئية بل يجب أن يقوم على قناعة عميقة وعلاقة روحية مباشرة مع الله كانت معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحظات بارزة في تاريخ الإسلام ولعبت دوراً أساسياً في تعزيز إيمان المؤمنين الأوائل لم تكن هذه المعجزات مجرد دليل على قدرة الله بل كانت أيضاً تذكرة برحمته ولطفه تجاه عباده المخلصين أما الشيخ إبراهيم نياس فقد وسع فهم هذه المعجزات من خلال تعليم أتباعه أهمية التحول الروحي وحثهم على رؤية ما وراء الظواهر للوصول إلى عمق روحي حقيقي المعجزات الجسدية قد تثير الدهشة ولكن المعجزة الأعظم وفقاً للشيخ إبراهيم نياس هي التحول الداخلي للمؤمن وتطهير النفس والاتحاد مع الله في المعرفة الروحية انضموا إلينا غداً في حلقة جديدة من هذه السلسلة والتي ستواصل إرشادنا في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ إبراهيم نياس